حصل فطريات جمدة بصي دي يعني من أكتر الأمراض المنتشرة فيك يا مصر تماما دي الدرماتوفايت دي عشان كده اللي رايحة في أي حتة بتعمل بدكير تاخد العدة بتاعتها معاها وما تشيلش الجزء ده هالراجل طبعا أو الست اللي بيعملو لها رأسها أول ما بيعوده ما بيسألوش حد تيك 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 تيقوم وشايلينه أبوس دي بقى التدهور والتطور للكنديدة ده غالبا من صنعته إيه حاجة من اتنين على طول ما احنا بقيت أعرف الصنعة من الإيدين ده على طول برضو بتاع عصير أصب أو بتاع اللي هما الصوري في اللفظ الجماعة بيشتغلوا في الطرشي في بتاع رمضان أعود أبوس على صوابحهم كلهم كده اللي مية حاطت إيده في مية كتيرة جدا يبقى المية هي السبب المية جتيرة جدا 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 قادي دية الكنديدة اللي هي خدت الضوافر من وراء بص إزاي إن الفطر طالع من وراء الأدام يعني دي بس على الكلام متخصص وبيعمل تورم يا دكتور أهي هنا بيعمل تورم دية ومؤلمة جدا يعني العيان بيبقى خلاص بيصوت من الألم كل دي أنواع خمائر أو فطريات درماتوفايت الضافر الضافر ضروري يتعالج بدري طيب يا جماعة إيه نصيحتي؟ إن أول ما نلاقي تغيير لون تغيير لون في الضافر وده أنا دايب أنا أقولها من الجنب من الجنب ده فطريات يبتدي على طول بنيديهم إترا كونازول بنيديهم تيربنافين بنيديهم إترا كونازول يعني لمدة ثلاث شهور حاجة كده بنيديهم بس ساعات يعني أسبوع وثلاثة لأ أو حاجات كده إنما لما نديهم الإترا كونازول والحاجات دي هتلاقي في تحسن جدا 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 في الضافر